موسيقى أصدرت سلوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستلاء على قرابة نحو 4000 دنم من أراضي المواطنين في قرى وادي فوكين وصريف والجبعة الوقعة بين مدينتي بيت لحم والخليل بهدف توسيع مجمع جوش عطسيون الاستيطاني نحن تفاجأنا منذ ساعات صباح هذا اليوم قامت الدارة المدنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بتوزيع إختارات وتركيب أرمات في مناطق عديدة من أراضي قرية وادي فوكين في مناطق شمال وجنوب وغرب القرية مما يشير إلى مصادرة ألاف الدنمات لصالح توسع ثلاث مستوطنات رئيسية تحيط بالقرية أربعة ألاف دنم مزروعة منذ سنوات طويلة بهجار الزيتون واللوز والعنب يعيش أصحابها على مردودها قام الاحتلال بوضع لافتات صفراء اللون كتب عليها عبارة أراضي دولة ممنوع التعدي لمنع أصحابها وأهل القرى من الوصول إليها في مشروع استيطاني ضخم سيخلف أضرارا كثيرة أولا هناك منطقتين متأثرتين بشكل كبير جدا هذا القرار الجبعة وهي واقع بمحاذاة الخط الأخضر والجدار عمليا أخذ جزء كبير من أراضيها وهناك بوابة تتحكم في الجبعة وأيضا صريف صريف عمليا لم يبقى من أراضيها شيء بعد هذا الجدار بعد هذه المصادرات نتوقع أن يكون هناك إزاحة للجدار باتجاه الشرق أيضا من أجل وضع هذه الأراضي الجديدة داخل الجدار وبالتالي لن يبقى لصريف ولا للجبعة إلا منازلهم فقط والمنامط التي يسكنون عليها مصادرة الأراضي وتضييق على المواطنين وحرمانهم من مصادر رزقهم يقابله في الاتجاه الآخر توسيع استيطاني وإنشاء بؤر استيطانية جديدة ليحكم الاحتلال الخناق على القرى ويبقي للأهالي مساحات ضيقة من أراضيهم لتلفزيون القدس محمد العدم بيت لحم أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com أدخلوا الآن إلى mail.alqds.com email القدس الإيميل العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر